موسيقى عمرك تشعر أنك تذهب في طريق و ربنا فتح لك فجأة طريق ثاني خالص و عمرك لم تكن تحت عمليه ولا حتى أنك تفكر فيه أنا حصل مع هذا الموضوع والترتيب الرباني كان سبب أن نقوم بمجسرين هندسة في دولة مختلفة في نفس الوقت وهنا خصتي مبدعاً لم أكن في بالي أبداً أن أعمل مجسرين و في فترة كتابة مشروع التخرج و مع نهاية الدلسة كان شغل بالي سؤال مهم جداً طيب وبعدين هل أرجع مصر أعمل ولا أدور على عمل في تركيا ولا أكمل في سلك التعليم الذي أنا أريده أصلاً و أكمل مجسر ولا أروح حي الحفرة المشور و أحاول تاجر في السلاح و مشكلة أن أكمل التعليم كانت فكرة أنني كنت أخذ خرار أنني لا أدفع الجامعة أين كانت هيافين أو اسمها إيه المنحة المفروض للطلب المتفوخين و أنا عملت العلاية لكي أكون متفوخ فإذا لم أأخذ منحة فكرة لا أريده الموضوع يكون شغل تفكيري واحد جداً خصوصاً أن مجرد أن الواحد خمته تنتهي فهي يجب أن يمشي و يسيب البلد خلصت بكاديريوس و قررت أن أخذ فترة أريح فيها من التفكير و قد كنت أشتغل في تركيا شغل بارتايم و ليس فول تايم فقررت أن أريد الشغل و سافر لي أسبوعين سافرت وقتل تربزون و هي تعتبر من أحلى الموضل الموجودة في تركيا و كانت أصلاً حلم بالنسبة لي أن أسافر هناك و فعلاً كانت رحلة جميلة جداً ساعدت أن أفك من ضغط و اصلاع التفكير رجعت من رحلة و بدأت أشوف ماذا فعلوا؟ نرى الوظائف المتاحة و جمعاتي كبيرة في تركيا التي ممكن أن تكون منحة المشكلة لأن تركيز وقتها على مشروع التخرج كان على دراع الروبوت المشكلة و المشكلة هنا لا أعرف أن منح الماجستير ستكون دقيقة جداً و تركز على عنوان معين فأنا فرصي سأزيد جداً لو قدمت على منحة لها علاقة بدراع الروبوت لأنني عملت في هذا الموضوع و عندي خبرة في مشروع التخرج و الجمعاتين ترى أن لالك كان عيني عليه في تركيا للأسف العنوان لم يكن متاح فأنا رأيت عنوان ممكن أن أفضل أن أعمل فيه و قدمت عليه و وقتها كان عنوان اللي علاقة بالكهرباء قدمت وضلت الظاهرة على الوظائف ولكن لم أكن أحب فكرة أن أعمل في وظيفة كنت أحب أن أعمل ماجستير فكنت أقدم نظام دلع و أضع مرتب اللي أنا متوقعه مرتب عليه جداً بحيث أن لو جاءت الوظيفة فالحمد لله أختي من غير مدخل في طريق تجارتي الأسلحة ولو لم أجدت فأنا لم أخسرت أي شيء و جاء لي بعد الأسبوع معوعد إنترفيوه للجامعة اللي قدمت عليها ولكن الدكتور قال لي أن هناك 2 تنمين قدمين على المنحة وهم أقرب للمنحة وأقرب للتخصص مني هم الاثنين كانوا خارجين كهرباء والمسروع اللي هم استعملوا عليه المسروع التخرج كان أقرب للمسروع اللي الدكتور طلبه من المسروع بطاعت ولكن الحقيقة كنت وقتها أعرف لأن فرصتي في القبول والعيلة جدا و صراحة وقتها لم تضيقتش و قلت بالنسبة لي أسوأ الأحوال حلوة برضو إن خلاص أقومت تنتهي في تركيا فأرجع أعيش في مصر عادي أعيش مع أهلي اللي لم يعيشت من مدة خمس سنين تقريباً و في نفس الوقت أخد فترة صغيرة خطط فيها أنا نوع عملياً وصلت الموضوع على كده لم يوجد شدوب يومين ثلاثة وجدت الجامعة و قلت لي و قلت لي مبروك أنت طلقت الأول على الكلية و قلت لي أن تأكلك أنت جاء حفلة التخرج لأنها ندعوا على اسمك أول واحد في التكريم وهي بشكلها بايخ لأنها ندعوا على الأول على الكلية و لم يكن موجود كنت أعزل لها برضو أنه ليس عيب أن الأول عندكم في الكلية لم أعرف ما هي بكرة أكيد تسأله لم أقدمش على جامعتي منحة كاملة للماجستير والفكرة أن الجامعة اللي أنا كنت فيها أو الجامعات الخاصة في تركيا عموما لم أظنوا كلهم ولكن هذا قانون موجود في معظم الجامعات هناك أن الطالب الأجنبي لا ينفعش يأخذ منحة 100% كقاعدة في الجامعة الأطراك بس هم اللي يأخذون منحة 100% المهم روحت و حضرت حفلة التكريم و فقط التكريم وأنا بسلم على الدكاترة و عميد الكلية و رئيس الجامعة والكلام ده كله عميد الكلية سلم علي و بعدين ميل تدعى دوداني و قال لي أعايزك في حاجة بعد الحفلة و رحتله على المكتب و رحتله على المكتب بعد الحفلة فقال لي هبق أكيد عنك الخطة نوت عمي ليه و انا كنت محرج و اقول له ان انا لم افطرتش و لم افطرتش و لم افطرتش و قلت له الحقيقة ان انا بدور على فرص ماجستير في جامعة التانية فقال لي ليه طيب ما تكملش معنا و قلت له اكيد حضرتك عارف ان مستحيل حد اجنبي ياخد من حمية في المية و قلت له يا رأيك انك تشغل معنا في الجامعة كمعيد يعني مش بس منحة 100% لا كمان شغل و اخو مرتب اللي هو بجد لو كنت عايز اقوم و وصل التراويح عنده في المكتب قلت له اكيد ده فول قوي قال لي خلاص استنى مني ايميل في خلال اسبوعين لتنة اسابيع و ان شاء الله ابعط له فيوم التفاصيل فالهو بجد سبحان الله كل حاجة فجأة اتحلت انا بادي اليوم و انا فعليا مش عارف انا اعملي بكرا و فجأة كل المشاكل تتحل و مش بس كده احلى من ما كنت اتوقع الواحد سبحان الله مش بس فكرة ان انا عارف ان انا هعمل منحة ماجستير لمدة سنتين قدام لده كمان انا بشتغل في مكان و اخو مرتب حاجة ما كنت اشعمل حسابها خالص كل محاولة للسعي و كل التفكير فطريق و ماشتغلش و فجأة الحل يجي من مكان انا حتى ما كنت اشعمل حساب 1% ان انا اكمل فيه فبجد سبحان الله انا حسيت فلم بالراحة لفترة كبيرة جدا لم احسابش الاحساس له فجأة ما بقيتش بدور على شغل عندي فترة الاجازة اقدر فعلا استنتع بالاجازة دا لا شعل هام ان اقدم على جماعات ولا حتى اقدم على شغل فقدرت الفترة دا تخرجات و سفر مع صحابي و كانت فعلا اكتر فترة مريحة قدتها من نواتي كبير جدا و بعدين فعلا وصلني ايميل من عميد الكلية ان انا جي الجامعة عشان اكمل التقديم و اضبط الوراقاتي فعملت الموضوع دا كله و الحمد لله بدأت الدراسة ولكن جيت فليلة و انا كنت نايم و بقلب على مبال بتاعي ابن منام قلت ايه دا استقرار ياعه ايه الملال دا انتدني مش كان حلمك من زمان انك انت تدرس وتعيش في المانيا ليه ما تقدمش دلوقتي فدخلت عنت و اشوف في المانيا ايه الجامعات اللي فعلا متاحة وقتها لقيت ثلاث جامعات بيدوا تخصص الوتوميشن الكنترول و شفت الابشونات الموجودة لقيت ان جامعة كازر جلاوترن هي افضل الجامعات اللي لسه متاحة و قلت ادخل اشوف شوية تفصيل اكتر عن الجامعة و لقيت ان نفاضل اليوم واحد بس علشان الجامعة تقفل تقديمه وبسرعة قمت منع السرير فتحت اللاب واصبطت شوية ورق عشان اقدم و على طول روحت مقدم مع الجامعة ولانه كنت بقدم على اللاجستيف في تركيا فالورق عندي اصلا جاهز ولكن عملت شوية تعديلات بسيطة فمثلا في خطاب الحافز بدأ من نفسي ادرس فجمعتكم من مرموخة في تركيا و بدأت ان انا نفسي ادرس فجمعتكم من مرموخة في ألمانيا فشوية تعديلات بسيطة قدمت و شلت الموضوع من دماغي بدأت الدرسة في تركيا و كله تمام ولكن فجأة الكورونا بدأت والدنيا كلها وقفت لم يجب ان يذهب الجامعة و محضرات كلها على بيت اون لاين و مع نهاية الترمي الأول فجأة الكورونا بدأت مرموخة و كنت نسيها كل يوم الجامعة في ألمانيا و أعطيتها القبول للترمي الصيفي هنا شعر بفرحة مقالب و شعور من الرعبكة و اللغبطة هل سأتركوا كل ما عملتوا في تركيا و أبدأ من الصفر طيب و شوال الله مستني في تركيا طيب المجهود اللي يتعملوا علشان يجب لي القبول أصلا و المنحة ولكن دي برضو ألمانيا و ما كان بحلم ان انا سافر له من زمان و برضو أكيد فرصة أحسن كل شيء دخلت في بعض وللأسباب كتير لم أحبت ان انا شارك الموضوع مع اي حد علشان ما حدش أثر على رأييي فقررت روحي الجامعة و اتكلم مع الدكاترة هناك من غير ماديهم أي تفاصيل و مجرد سؤال بسيط هل وجدت لي فرصة ان انا سافر بره و أكمل ماجستير و دكتراه بره أفضل و الأفضل الموجود في تركيا و كل الدكاترة كان لهم نفس الرأيي سافر كمل تعليم بره و لو أحبب ترجع بعدين ممكن ترجع الموضوع يفتح لك فرص أكتر بكتير هنا كانت فترة أجازة بعد الترم الأول فسفرت الأهلي وبفكرة ان انا هروح أقدم على الفيزا هناك و برضو من غير مؤلل لحد عملت معاود صفارة و قضيت وقت عادي جدا لحد ما فيه مصحيد الصبح لأميل قبول الفيزا الألمانية و هنا خلاص قررت انه كفاية كفاية يشيل هم الموضوع مع نفسي و كل حاجة الواحتي و قررت ان انا دخل أهلي في الموضوع و ادخلهم معا في اصدقاء التفكير و كان من كلامهم لي ان انت وضعك مستقر ليه حبيب تخاطر وتتبقى كل حاجة من البداية او انك يا ابني في بلد الى حد اما مسلم ليه خليك تخاطر وتروح بلد تانية انت متعرفش عن اي حاجة و صوت تاني كده جاي من بعيد لأخويا و قللي و انت جاي ما تنساش تجيب لي معك شرط بايرن يونخ والحقيقة ان ده هو السبب اللي اخداني ما اقولهمش على الموضوع من بدري لان اعرف ان كل الاراء هتكون ضد الموضوع و برضه انا اعرف و متأكد ان كلامهم و امقاراهم دي اتصح المهم الحمد لله ان كلهم اختنعوا في الاخر خصوصا بعد ما اخوي اجازب انتباهنا لموضوع شرط بايرن و في الاخر وصل لمرحلة انهم بيشجعوني ان انا اكمل في الطريق وهنا مرة تانية كورونا فدتنا و كنت اشتازم اكون متواجد في تركيا علشان ان اخضر المفاضرات بتاعتي كلها كانت اونلاين فسفرت وقتها المانيا علشان ابدا المجلسر التام و بعد الموضوع ماشي ان انا شوائع في تركيا شوائع في المانيا و شوائع مع اهلي في مصر و كل دوت مفيش غير اهلي و الناس قائلة جدا اللي اعرفوا اللي بيحصل انه بيسافر كتير للاخر و رغم ان كنت بسمع كلام صخيف جدا حتى من الناس قريبي و حتى افتكر في مرة اسمعت ان انا شخص غير مسؤول و مقضي وقت سفريات على حساب والدي والشخص دوت لم اعرفش ان انا كنت بصرف على نفسي من ثاني سنة عليا في تركيا ولكن كنت ابرمي الكلام دوت ورى ظهري و كنت افصول جدا بالان انا بعمله وبالتحدي هل فعلا اعرف اخلص ماجسترين هندسة في دولتين مختلفتين في نفس الوقت و الحمد لله قدرت فترات الانتحانات بالنسبالي كانت بتوصل اربع شهور متواصلين و انت بحضر ضعف المحاضرات اللي بحضرها زمايلي من الدولتين و بس حلان باكلمكم بعد تعب سنة ونص في ماجسترين في دولتين مختلفتين و حلان باكمل طريقي في الدكتوراه في المانيا و بس كده دي كانت قصتي في زي عملت ماجسترين هندسها في دولتين مختلفتين فنفس الوقت واشوفكم ان شاء الله في وديو تاني اشتركوا في القناة